أزول متى الحواء إن شاء الله كما تكونوا بخير وصحة تلكم تكون لباس الفيديو تلك اليوم تطب فيها العجين ونسل الحراير الله الله فيها تزرزق الدنيا كما قلت لكم كنا في العرس نحن يا صاحب العرس العرس تقام في الدار الدنيا مروب لتدخل في بعضها سترى بثاقة حوائيش ثاني واحد الماطلة كنت رأيتها تحكموا وراسكم وراسكم تحكموا حصلت فيها كيف سنجعلها وثاني ما زلت ماطلة واحدة اخرى أصلا رأيتها في الدوار لا يوجد كبيرة تقام فيها قلت إذا فريتها اليوم سنزيد نقص لها الهنا كما رأيكم تشوفوا الهناك يخلينا العرس القطة المسكينة صغيرونا تحب لانية تلصق في هذا ورجلها درولي 11 اللي يقوموا على حاجة البيضة في دقيقة 13 اللي هنا لطاشة رجلين صغيرين هكذا طين ثاني حبيت نحكي لكم على عادة الشاوية منطقة الشاوية بالضبط لماذا العادة هذي يقولوا لي انتو ما عندكم اللي هي في صباح العروسة في صباح العروسة يروحوا العروسة يجيوا ماليها يديو لها قهوة ولا غدا ولا ام العريس يديو لغدا والاخرين القهوة كل واحد بوش نجم وثاني يدخل اخو العريس ولا ولد عمه ولا واحد من الفامي صغير مش مزوز ويحزم لها يحزم لها بخيمار ولا بخيت ولا بمحزمة كيمة يعني اللي كان كل واحده العادة نتاعه ويرشق الهادراهم هذا هو صباح العروسة يعني بارتجيتوا معاكم من قبل واحد الوقت وكامل قلتوا لي يا هاجر العادة هذي ما كانش ما زال اخرين يديروها كل واحده المنطقة انتاعه وهذه الجزائر تاعنا حلوه بالاختلاف انتاعها اللي هنا كما رأيكم تشوفوا رح نعطي لكم الماطلة اياه وتحكموا راسكم قبل اندخلوا الكيوزينا ودرت لكم واحد الخميرة طالعة ما شاء الله ثاني سل لك لحوال الغداء دعوكم تشوفوا ماذا درت اول حاجة اللي هنا في الصالو نغسل طبي ونغسل الماطلة كرة تحت هي للصالو مخاطرش في الصالو كين شوية ضع لها كنشتي نخدم فيه بزاف المهم اي حاجة نقرها للصالو كنت ادخل لصالو كنت لها غاراج ماما تقولي غير بدلي شامبراتي ونغسل الصالو هننا المهم اللي هنا كما رأيكم تشوفوا رجبت الهنايا هذي ملا مارك بيسيل سبوت كلين هذي تغسل الزرافة وتغسل اللي ماطلة ايه اللي ماطلة تنشفهم لكم يا البنات احنا على بلنا باللي كامل باللي اذا جاك فايف قدر ولاده يسيحوا قدر ولادك يسيحوا احنا الكبار خويا بهدل الماطلة هذا خويا الماطلة بهدلها ماما ترواجوا نعم بهدلها سحت لها القهوة سيح لها القازوز مخاطرش راح الوحد البلاسة في الدار فيها الكونيكسيو طيش الماطلة الفم وقعد السيد يأكل يطيشكوا على بلكم الولاد حكي جينا لقينا مروبل وقلنا تلكم الماطلة وتقولوا عندها عامين مصخة يعني سبحان الله انظركم تشوفوا اللي هنا يشوفوا سبوت كلين هذا حبيتنا تلكم تعبيسة حبيتنا تلكم كامل ديزاي اللي فيه فيه غارنتي تاع عامين راح نعتلكم يجي معه هذا الغسول الغسول هذا لم توفر ان كافض بالله 100 ارابي يجي معه 236 مليلي لتر نرمال ماء يجي معه في الاخر في الكارتونة يجي معها الخيط انتحها طويل بزاف بزاف يعني ما شاء الله يجي معه تحطي الخيط فيها ثاني زوج يغسلوا ويجبدوا الماء هذه تغسل وتجبد الماء تحطي طابة في وسط الدار تغسله وتنشفيه والدنيا تاعك ما تتغسش خلاص بالماء ثاني اذا عندك كراسة كراسة الكراسة تغسليهم فوتيتاك تقدري تغسله تغسلي لي ماطلة عباكم بماطلة فوتيتاك تحطي في جدها وما تنشفش هذا يغسلها لك ينحي الكليطاش انا على بديك تشوفوه راح تقولوا واو ينحي الكليطاش ويجبد الماء هذك كامل الا انا احبت ان اعطي لكم اللي دي تايلي فيها في الخرطوم هذا كيتكليكي على البطو هذا راح يجبد الماء شوفوا اللي ما عندهاش هذي نقولها يا اختي يا ربي يرزقك ان شاء الله وتولي عندك شوفوا تنحي الغبينا هذه قلت اذا عندي راح يop wind و British واذا ما عنديش نصرقها ستعدر هااااااا Leb fraktants الاول الماء التي تحتيخ هنا تضع من الغاسل و ساي و من اللورة فيها وين يخبي الماء الهنا شوفوا جب تضعت فيها الماء و راح نضع قاسب و نكاك شوية من الغاسل هذا و نسكرها و نضعها يعني سهلة و طريقة الاستعمال سهلة بالنسبة الفرشات هذيك اللي تغسل فيها الكبيرة و الصغيرة ويش حبي تحطي 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 كبيرة واذا تحبي تغسل لي كواهذوك الصغار وكلش تقدر يتحطي الصغيرة هنا تحطي مسيحة وارسلها و التمعي في مولودة هذه القرية و تضع في دقيقة من اللورة وين يتعمل الماء لتسخص الماء اعلى لكم من يبقى نعطي لكم كون ترى كيفاها خرج الماء اخبر بهم بسم الله يعني سبحان الله كنت علموا الجننة اعلا لهم ام من السرطة شوفن الماء اعلى لهم كيفاها غزيك رحى قلت له هذي احد يعني عنده عام هو مطايج فيه كشب الراقه قلت له مايش تهيوم قلت له سبحان الله انظر ايضا اراه كيف تغسل الكتاب ستجد المام العليكيد المام العليكيد هذه كتابيسة اللي لحته وسيغسل انتو لا تضعه وتغسله يعني تنحيله ساق وتزيده وتطلق المام تجد تغسله تغسله في نفس الوقت هذه واحدة لك الانتظار جيارية متوفرة كمية نورمال لا نتعب منها بزاف الكاريت تحت طب تبسل هذه تقوم بربع ملايين و ثلاث مئة يا أختي إذا لديك الدراهم لا تبخلي شراحك وإذا لم يكن لديك رب يرزقك أمي و شريها شوفوا نحاة علي الغبنة شوفوا في الماطلة كيف هي مدائرة شوفوا فيها يولي ماطلة هذا شوفوا يتبلوا يزادوا يبانوا مصخين كثير و كثير شوفوا يا رب يساعدنا شوفوا هنا يا الماطلة كيف رجعت على بل يبلي مكمش رح تصدقوا شوفوا الماطلة شوفوا فيها هنا بقيت نغسلها لا أريد أن نعطي لكم دي تاي كامل و بقيت نحك فيها و من نحي نحي مي رح نعطي لكم زربية ثاني كيف هي نحي 13 بكل سهلة شوفوا هنا يتحكم و يتحكم و تغسلوا تعودوا و تجبدوا لما هذا تجبدوا لك تجبدوا بعد ذلك تجبدوا لك تجبدوا لك حتى تتحصلوا على نظيفة الهنا لك كلها هي ريف البلانكاسي و الوردات خرم في الباج يعني ما هو شو سخ اللي بلوسخ رح يرجع التشعر أصلا أصلا كيف كان يا سبحان الله شوفوا ولا جديد تقولوا يا هاجر تكذبي بدلتي هذا بوحد آخر والله يا البنات خرجته لي روعة روعة سبوت كيلين هذا معجزة يعني صراحة زيت غسلت الزربية أنا مانيش مرفن نكره نغسل الزربة لطابي تغسلهم إكرام مسكينة قلت لهم اليوم نغسلكم هذا لطابي قلت لهم يا حلوفة قلت لهم عاوية قلت لهم لازم أنا نكره اللوح الماء والدنيا كامل تتزرزق وجبد من ودير من وروح وجيب نعجز يا البنات نغلب سبحان الله بنادم مما كاش مخير من واحد كاش واحد لقى حاجة تسهل عليه ويقول لا 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 أعجز معه ما بنا؟ كان هناك رجعت جديدة ويقول سبحان الله انها تلكم الماء الماء التي تخرج منها على العمامة هل ماذا تقوموا؟ معرفة الماء الماء من الأخرين انها هناك على ماء الماء لأنه يهضل يهضل و يهضل لماذا يخرج من الماطلة؟ يعني انتمها حتى و لو تكون مضيفات بل كم مضيفة لا تستعملها الاستعمال اليومي اليومي ستلمل الغبرات و لملخ ماجر شوفوا الهنايا تستطيع التبزعه و الثاني فيها حاجة مثلا تتعمر المتاحات و التي لا تتعود لك الماء يعني عند تتعمر لك الماء يجب تتعود لك الماء تجد بريتا 4300 تجدها عند الكازا دالجيري نميرا تجدها هنا في الشاشة وفي صندوق الوصف تجد المعلومات الكثير 100 أختي التي لديها دراهم او لديها كشتفتوفة ستنحيي لك الغبينة هذه الصراحة تغسلك لي طابي تغسلك الفوتاي تغسلك الكراسات على الكوزينة إذا لديك فيهم شوفوا واو 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 اللي هنا قاعدة نوجد فيها حتى نغسل طابي طابي هذا يعني دائما نفرره تعيومي وعلى بردكم بالحاجة تكون تعيومي عبزة هنا أكيد راح تدقاس مكنش منها الدار مهما واشتو قفلها تعاود وتكوبك وترجعي من دارها جديد شوفوا رحنا غير اللي عفز ايماجين رحنا ايامات ترجعت للدار صدقوني الشومبرا في حالة الصالة في حالة الشومبرا تلقاد في حالة الكوزينة ما نحكي لكمش الاول ما نحكي لكمش الدوش يا اخ كنا عتلكم والله غير تحكم وريصانكم ماما بقت حايرة بلا رأس أخي كالثة لدينا فرطفال ربي يحفظه ان شاء الله يحميه ميقلبنا الدنيا ربي يهديه يوم ما يرجعش البلايس في حوايجه وما يلعنش خلاص بلايس يا اختي يا اختي اللي راح تزوجه راح تتبلا به المهم اللي هنا كما رأيكم تشوفوا جبت هذا نتاع الكورسي انتاعي نتاع اللا شومبرا جبته مخطاشت طاشا لي وكنت حابة نغسط بلايس ومن بعد ما غسلتوش اللي هنا شوفوا كيف هتغسل كيتعبز و تطلق الماء ومن بعد كيتمشيوا راح تجبد هذك الماء كامل كنت شوفوا فيه كيف راو قاعد يجبد وذلك نزيد نعتلكم في الطابة شوفوا اللي هنا يراني قاعدة نغسل قلت لهم الدنيا حلت لي مع مع الاسبيراتور هذي اليوم تاسبوتكين قلت لها نجبد بها الدنيا كامل شوفوا اللي هنا كيف هتصبير في هذك الماء تجبدو كامل للداخل تعتبر شايحة كما انا الزربية كي كملت غسلتها خليتها كاكبعد تطيش في الارض ما من المطلق خليتها كاكبعد في بلاستها من بعد ساعاتك من الزمن تلقوها يبسة تلقوهم يبسين شوفوا الهنا كيف عاودة تردتوا يبرق يعني اي كرسي اي عندك فوتاي الفوتاي نحصلوا فيه كيف نغسله اذا عندك فوتاي ما تديه ما تخرجه ما والو كل شخص له في الدار شوفوا الهنا هجرة راهي مقاعدة قلت لهم غاية كي غاية راني قاعدة في الارض رايحتلها حبة حبة بليكوا بشي كمان صوت يحتاجيها شوفوا هذه البلاسة اللي نغسل فيها كيفية هلت بيضاء برابور الجوائي الاخرين في حالة نظركم نزيدنا تلكم واحد الجهة باش ما نطبولش عليكم بزاف هكا وراني طبولت ما حبيت تشوفوا بعينكم وشوفوا الهديطاي وشوفوا الهنا المرة وقاعدة يخرجها كنت شوفوا فيه يعني راو قاعدة يسيحو يخرج شوفوا هذا الطبط شوفوا يعني راح نديرها راح تتنحى بكل سهولة شوفوا الهنا انا نهزيت بش تشوفوا شوفوا يعني غير تروحي مرة زوز راح تغسلها لك وجبتلك الماء يعني طبي خرج ناشف ها هو كي شوفوا فيه شوفوا وشوفوا الخماج حاشاكم اعزوكم الله اللي خرج من الزربية لابلكم بلي فيها الغبرة مهما وش تدير تصد دير ياسبيراتور تجبد لك دير يوالو يتبقى فيها الغبرة يبقى اللي طاش ميشوفوا الهنا الطاشة هذي كيف نحيتها بكل سهولة الهنا نبقيت حاصلة غير في فرد بلاسة بش نعتلكم شوفوا الهنا كنت شوفوا فيه شوفوا الهنا هذك الغبرة كيف هره يتخرج وتجبد بالماء بالخماج يعني كيتلوحو الماء راح يجبد الماء تغسل تحط الكلماء مع البرودوي هذك ثم تزيد تجبد هذك يعني حاجة طوب 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 شوفوا الهنا يا ديفيرانس ما بينزوز بلايس واحدة غسلتها واحدة ما غسلتها يعني سبحان الله اللي عندها دراهم غير تخبي ذلك احنا في وقت ما فيها العراس ما فيها لابسة ما فيها لذهب لطزيرة صح ذهب وقت الشدة ميكي تروح الصحة انتعك احنا قصن كل انا اليوم كنت صغيرة ندير الرخصي ندير الخميرة ندير الغداء يوم كامل انا نسيق ذلك كي كبرت فشلت صدقوني مانيش كي بكري غلبت كي نقول لكم مانيش كي بكري يقول لاني عزوزة تعمية سنة شوفوا الهنا تعطبي كيف خرج خرج في حالة يا البنات هذا المرة الثانية هنا يا سيحت اللولاني في هذه قلت لكم كي يكون المطلع هكا تعمل حماية كي لا يبقى شي سيح ويتبزع لكم في الارض سوف تحبس لا تحبس لا تحبس تسمع في الحسطة لديها البطوة ما يجبد لك الماء سوف يتبزعه يعني حاجة الخيط تحت طويل ما شاء الله شوفوا الهنا كيف خرجت خرجت ما شاء الله جهة بيضة بيضة وجهة الباج باج وجهة المارا مارا خرجت تبريه وخلتها ثاني في وسط الدار حتى نبسي بها نطبقها وانكملت ثيقة انتهي الا هنا يا راني منسيتكمش يا صحاب المسابقة راني عندنا مسابقة في القناة اللي مازال مشتركتش غير بروفيتي واشتركي عشر فائزات ستة منكم عندهم مبلغ ما يبقيم زوز ملايين وزوج عندهم هذا يا من ذهب اللي هي خاتم وزوز منكم عندكم لابراس هذي تعوان ستاب هايلا بزف شرط سهلا مهلا في قناتي ويذهبون للمكتب قناوات دينهم كامل ابوني وفعلينهم الزير بشي يوصل لكم كامل اشعارات خليلها جام على اخر فيديو وخليلها كومنتر اللي مازال ما اشتركتش روح يشتركي وشراكي تستنياي وتفرجوه لهم على الاقل دقيقتين واللي اشتركت نقولها بصحتك ديمة كونفيرمي برك باللي ما تاروش الاشتراكات يعني هذا يا هايلا وشروط سهلا مهلا بالنسبة الناس اللي يسقسيوا على السحب السحب وكته بعد عشر فيديوهات من اللي درنا المسابقة راح نديرو السحب ان شاء الله ما بقاش ان شاء الله هو نديرو السحب غير سعفوني حبه حبه كما يقولوا حبه حبه ونجيبوها في الفيديو ان شاء الله يا ربي حظ موفق للجميع ما تنسوش تديرو برك جميع الشروط باش مايروحش التعب بتاعكم تلقوا في صندوق الوصف في الفيديو اللي راح تلقوا وانتخلي ورنا كومنتر من فم راح نديرو السحب الا لها كما راكم تشوفوا بعدها غير كملت لاشومبه عفوان كملت الصالة كلش ليسان سيل متشاوش سبوت كيلين راهو لامارك بيسال طب 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 تلقوا عند لك هذا الجريتال مهضرت عليه بالزفع الجبلي دالي عقلي حاجة طب ما كنتش متوقعة اني الماطلة تخرج ليكاك على هذا كراني دركني ندير في الكسرة ومخي ما زال معه حاجة طب وعلى بل راح تدعيوا لي كامل 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 خاصة اني داركي عروسة جديدة احنا لا عايس نحب انتقل شوية محاينكم ما نحبوش نتعبوه معناش وقت حتى تعب كريلا حرام عليها ممتوما امهات عزيز عزيز عليها اللي تبعوني نحبكم كامل يعطيكم الصحة خاصة اللي رام يضلوا يبعثوا لي في السؤالات مع ابناتهم في الانستغرام نقولهم لينوركم تطاوات يا ربي خليكم ليا وان شاء الله يا ربي تشوفوا بناتكم وولادكم في اعلى المراتب و المناصب الان كما رأيكم تشوفوا جيطة الكسرة كتا زمن ما يسلكوها غير ذريعاتك انا هنا شوفوا فشلت صراحة ما عدت بكري بكري نعجن نديرت عشخشوخ خميرة اليوم ما جيت كمز الخميرة غلبت غلبت صراحة ما بقىوش يدين خاصة اني كغسلت وكل ما نجمتش نظمت شوية الدنيا ما صورت معاكم كامل تفاصيل سينوت دار معا تشتفر على بالكم هذا السياق هذا غسل هذا تنظر ولا تباتي فيها الا انا كما رأيكم تشوفوا خميرة ربع كيلة مي شوية صغيرة حطت فيهم الخميرة حطت فيهم شوية سكر بشتحمرها لي شوية زيت والملح هذا وش حطيت ومبعد ترنخوها تبلوها يعني قزيت عجنوها بما دافي تبقى تحطوه بشوية عجنوب اليابس حتى انت تشكل لكم عجينة طرية يعني مشي ترنخيها في الاول وتحصلي فيها الهنا كما رأيكم تشوفوا عجينتها مليح مليح تحصلي على جنار اطرية راح تغطيها انا ديتها بحض الفورنو هنا في فصل اشتا شعن ناسا هذه العادة تعبكري خليها تخمر بحض الفورنو بعدها الهنا كما رأيكم تشوفوا ملقي توالو في الفريجي دارية البنات كنت واحدة حتى اليوم في الدار يعني ما زال ما روحوش المهم راح ندير باطاطا انا سخفت على شكشوكا بالفلفل الحار والطماطم والدنيا بالزيتون لقيت حبها زيتون لقيت حبها زيتون حبها حبها والتي تقصيتها ديكوريت بها لقيت غير الباطاطا كنت لهم الفائدة في الباطاطا اللي هنا جبت حبيبات من الباطاطا نقيتهم يعني بصح تسلكي بها راسك وجهت بنينة يعني تقدري تسلكي راسك خاصة مع الخميرة والشكشوكا بصح في خاطري كان الفلفل الخضر يعني ما قربش عليكم مي الفلفل الخضر هنا ما كانش كاين اياس الالكتراسي يعني ممتوا ما تكونش لازم تسلكوا ريسانكو مني لبالي خاصة الامهات يعني كتكون عندها طفل ولا طفلة وجاع وكل شوفوا تدير المستحيل بها ترضيهم كي ماما ما مسكينا بكري كي نحبو حاجة تكلحنا 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 كيما يقولوا بها نرضى وبالحاجة هذي تدير من 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 و ترضينا شوفوا الهنا بجدر تحكمت نقية الباطاطا شوفت المقلة التاعي وهنا هي المقلة فيها غير مغسلتها وبعدها الهنا كيما رأيكم تشوفوا لحت شوية من الباطاطا قصيتها كامل دي مرسو صغار الوصفة اليوم فيها غير الباطاطا باطاطا مهيش مقلية خاصة انه زيتراء غالية كل شغالية على كل حال المهم قصيت الباطاطا دي مرسو صغار نحتاج فيها تماطم والهريسة تحتاجها لنموت على شكشوكة حمرة مهووسة بالشكشوكة الحمرة نحب الحمرة نحب نموت ازقاغ تمتغ فلس اللي انا كيما رأيكم تشوفوا حطيت شوية لكحل اللي انا حطيت شوية من الملح شوية من الزيتراء ورابيت عليها سنينات من الثوم من جهة خلاف قلت لكم اللي انا جبت الهريسة وجبت تماطم تاع طماطم تاع البايت وضعت الهريسة عليها ولحت عليها شوية ماء وحلتها ملح ونجد هنا نحط غير الماء يعني لا نضع كتلة من طماطم لا نضع كتلة هذه كشوكة مرقة المهم حكمت لحت كامل ودرتها حرى لحت الهريسة ما شاء الله حكمت لحت كامل ونبعد زيت عليه الماء يبقى لي طماطم والهريسة ونضعها على نار هادية ونعود الى الكسرة بعد ان تجد ان تجد ان تخمر سوف نضع الخمور انا قطعتها على اربعة قصتها على اربعة انا لا نضعها على ثلاثة كمية انا احبت نضعها صغيرة نموت على الخبازات الصغر المهم الى هنا يبقى تعاود تعجنيها وتعجنيهم في ربعة وتضعهم وتخمرهم ونبعد ثاني تجد ان تخمرهم وتعجنيهم على اربعة وتعود ان تهبطهم وتجد ان تخمرهم كي يلغيها يعني كي يهبطهم بعد ان يلوحهم في الطاجين كل واحده كيفه انا نضع كيمة تعبكريكسة ونضعهم كيمة تجدونهم في الارضة وتحلينا رجليهم وتحديثه حديثه والله يتوحشنا ونوحشنا القروب صافيا في نفس الوقت لم يتوحشوا قد تحديثه فكانوا فيهم ذكريات كان الخو الخو العبد يكون صافي نيتو صافيا يجيك بالضحك باللعب لا يدركك و على بالكم في وجهك يضحك لك و في ظهرك يعطيك منشعر و من بالها منكمل و هاكو على بالكم و ربي يهدينه المهم هنا كما رأيكم اتوفوا كملت درسهم كما هكو و بعد احنا عاود نطرحهم كامل و نزيد نخليهم يطلعوا بالنسبة للعرس انا رحت اليوم متاع صباحة العرس ما حضرت مع صباح كنو شبيش غالات كانت ماما و ايكرا مراحو انا الحكت غير مع العشياء لقيتهم دار و ثلاث لي الله الله دار وقحي و عم طبيعت الحال كليت ما فاتتنيش الماكلة ما فاتتنيش مي فاتتني القعدة المهم لقيت لعرس الفم اللي بسكافتو فروج الله 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 ما صورت لكم شياء البنت قعد فت وصلت روطار و كل شما محلت ليش سايرة حل الحال المهم هنا بعدها كما رأيكم اتشوفوا حطت الكسرت عيفو كتاجين يعني طابت ما شاء الله جت طلعة جت اتهبل شوفوا اللي هنا ياه ياه بكري كنت صغيرة خلاص اكتو في البريمير كنت نقول لكم صغيرة خلاص كنت صغيرة صح 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 خلاص يعني الناس في الوقت هذا دارة مقدمة و ما زالوا ما يعفوش يعجنو كسرة موج كامل كل واحده كيفان مينا كنت صغيرة في البريمير كنت نعجل الكسرة الخصيص و يلو حالي بابا مسكن مما ساعة ما تكون اشو الله يلو حالي هو و يقلبها و نديرو كسرة وشكشوكا و احنا عايشينو الحمد لله يا ربي شوفوا اللي هنا كيفها جت طلعة ماشاء الله يعني جت طب 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 اكوو ترى كيف هججت اسفنجي يبدو ان العبز عليها هنا تعاود ترجع نردك عليها كيف قالوا يجب الكامل اردك هذا كامل حزيتهم للسيتي يعني واحدة تقول عبز جهة ميلا ناس ميلا عبز اردك عليها جهة عنبا ثاني حتى جهة ميلا يقولوا اردك صاحبتي ميليا كل واحد يقول شاهدوا هنا الكسرة اللي سانسيال جات الشحي و جات طالعال هنا يا أخويا كيجا قالوا امم فيها كسرة و شكشوكا رح نجيب قرعة موناب رح جابنا قرعة كاكا و قلت لكم كنت واحدة في الدار شوفوا حب زيتون كيف قصيتها و ديكاريت بها غير فرد حبها و قلت لهم غير العين اللي تاكل و حطت شوية فرماج هكي من فوق ذاب عليها جات تشهيء وبنينا أنا نحب ملوخية بالكسرة نحب الكسرة بالكمونية نحب الكسرة بالشكشوكا نحب الماكلة بصفة عما نموت على الماكلة أنا الماكلة كنت أكلها كنت طيبة نتفن فيها عندي بزاف ما طلعتش فيكم بماكلة لله الله وجديد و كلش مخاطر ريجيمة رح نحي الريجيم و نقول لكم و نطلع فيكم اللي هنا يوصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله الفيديو تالي يمكنك خفيف ضريف عليكم اللي ما زال ملتحقش بنا بالانستغرام مرحبا بيكم في الانستغرام نحبكم بزاف و نتلقوه في فيديو قادم با